على صفيح ساخن تسير الأمور في ذيقار ما بين شباب ثائر يتظاهر سلميا لاسترداد الحقوق المسلوبة وبين ميليشيات لا تعرف إلا العنف سبيلا لتحقيق أهداف الأجندة التي تسيرها من الخارج وبين حكومة تقف عاجزة عن لجم تلك الميليشيات وفرض قانون لا يطبق إلا على الضعفاء من العراقيين تتفاعل الأحداث في الناصرية على خلفية اختطاف الناشط سجاد العراقي وفشل قوات مكافحة الإرهاب التي أرسلها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في محاولة منه لإعادة الأمور إلى نصابها بعد أن حولت ميليشيا بدر القضية إلى عشائرية بهدف حماية عناصرها المتهمين بعملية الاختطاف لتدخل ميليشيا حزب اللهية الأخرى على خط الأزمة وتبد استعدادها لفضل اجتباك في تكريس واضح لسلطة لا دولة وعبث بالقانون الذي لم يبقى منه في العراق سوى الاسم فقط مسؤول أمني رفيع في ذيقار أكد أن القوات الحكومية تتواصل مع عدد من الميليشيات التي يشتبه بوقوفها وراء عملية الاختطاف بالتوازي مع التحرك العسكري مبينا أن العملية لم تحقق بعد أي نتيجة تذكر وأن الموقف سيكون صعبا في حال لم يتم الوصول إلى المختطف والجهة الخاطفة لا سيما مع حجم الاستنفار العسكري الكبير ما يكشفه مرة أخرى عن زيف وعود الكاظم المتكررة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وعجزه عن الإيفاء بتلك الوعود محاولات الميليشيات زج العشائر في صراعاتها على السلطة وزيادة نفوذها مستغلة أن البعد الاجتماعي لم تكن جديدة لكن الأمر بدأ يأخذ أبعاد أكبر مع ظهور ما يسمى العشائر الولائية التي تجاهر بولائها لإيران جنبا إلى جنب مع الميليشيات المقربة منها ليتحول الأمر إلى وسيلة للفتك بناشطي ثورة تشرين ومحاولة للقضاء على التظاهرات عبر استغلال ضعف الحكومة وتفرج أجهزتها الأمنية والقضائية على ما يجري بل وانحيازها أحيانا لمصلحة الجلاد على حساب الضحايا من المتظاهرين العزل